السلام عليكم ورحمة الله بركاته وظيفتي كمترجمة شرحناها لوح وشرحناها شاشة وفرتكناها وطحناها وزبطناها ضيل عليك نحل الأسئلة عامة وللمرة الثمانية وعشرين كل قطعة لازم أحكي هاي الأسئلة العامة الغرض منها فقط ترجمة ماشي ركزه على أسئلة الوزارة منشن شو يعني منشن منشن يعني أذكر كوز معناها السبب الرئيسي شو السبب الرئيسي ذات ميد فاطمة اللي خلي فاطمة تتحدث عن جاب عملها كمترجمة طب تذكرين شو سبب الكتابة لما حكينا سبب الكتابة تعالوا تعالوا شوف شو سبب الكتابة مع بعض هايو هون هاي سبب الكتابة إنه من ستودانس سأل عديد من الطلاب هاب إيميل أرسلوا لها إيميلات كيف شغلها وعشان هيك هيردها هذا شرحناه شرح تفصيلي مية بالمية وعبركة الله نكمل سؤال الثاني ماذا شجع شو الإشي اللي شجع فاطمة تجوز إنها تختار كرير مهنة كمترجمة شو الإشي اللي خلاها تختار إنها تكون مترجمة إذا متذكرين بالقطع حكينا شو هي الأسباب اللي خلتها تكون إيش مترجمة هاي هون إذا متذكرين حكينا هاي الفقرة بتحكي عن الكوزز الأسباب أول إيش هي فند أوف لانجوج مغرمة باللغات وإنه كانت هي تتعلم اللغة اللي لما تسافر مع أبوها وكانت بالمدرسة شطورة بقية بالإنجليزي سؤال رقم ثلاثة يا حياتي شو بقل لك أكوردينج تو وفقا لي النص اشرح وضح فاطمة's role as interpreter دور فاطمة كمترجمة يعني كيف فاطمة موسى بتقوم بشغلها هيها كيف بتقوم بشغلها بتقول لك بروح على المؤتمرات والحلقات الندوية حول العالم لما الشخص يحكي انجليزي في المؤتمر بسمع له عبر السماعات أعطي الترجمة للغة العربية بعدين أترجم وبعطي الترجمة للناس اللي بيسمعوا عبر سماعات الرأس كويس سؤال بعدي there are many challenging aspects في مظاهر للتحدي في وظيفة مين فاطمة كمترجمة أذكر ثنين من التحديات حكنا شو التحديات أو الصعوبات اللي كانت تتواجه فاطمة لما وظفتها كانت مترجمة أول إشي English is not the same in all English speaking countries اللغة الإنجليزية مش نفس اللغة في جميع البلاد نبتحكي إنجليز أكيد نبتذكرين هيك إشي رقم اثنين Knowing regional English معرفة الإنجليز الإقليمي ورقم ثلاث بدك تعرف الكثير حولها specialist language اللغة إيش التخص التخصص سؤال اللي بعده The writer الكاتب mentioned ذكر several requirements Requirements متطلبات Requirements متطلبات For becoming interpreter حكينا requirement المتطلبات عشان تكون مترجمة لازم يكون في عندك qualifications شيني qualifications مؤهلات أول إشي أول متطلب Language degree هذا رقم واحد والمتطلب التاني اللي هو postgraduate qualifications اللي هي qualifications مؤهلات postgraduate دراسات إيش عليا بعدها فاطمة منشن ذكرت هير جاب عملها كمترجمة هي موظيفة مسؤولة هل هي مبرر كلامها وضح هذا الكلام نعم ووظفتها كانت نعم ووظيفة فيها مسؤولية ليش بتقول لك If I translate things badly لو أنا ترجمة أشياء سيئة ممكن تأثر على Important law or trade agreement between the countries اتفاق تجاري أو قانون مهم حول العالم كلمة Write down the sentence that indicates that هاي الجملة كل الغاية منها إنه هذا السؤال سؤال إيش اقتبس المترجم والfeel rewarded رح يشعر إنه مجزة لو إنه المستمعين فهموا الترجمة أو المعلومات المترجمة وين هاض الكلام بآخر فقرة آخر فقرة لما حكينا هايو لما حكا هوفر على أي حل إنه حكينا للاقتبس من النقطة لنقطة You get a huge of feeling of satisfaction رح يصيبك شعور بالرضى When you know that people understand everything that you translate لما تعرف إنه كل الناس عم بيستوعبوا كل إشي إنت ترجمته حكينا هاي اللعبين بتعود relating to particular هاي الكلمة حكينا مدام في كلمة region أو area معناها regional الإنجليز الأقليمي الدول بعدها السؤال سجست ثري استراتيجز ركزه هون سجست ثري اقترح ثلاث استراتيجيات بتساعد المترجم تجعله يتغلب على المشاكل الترجمة أول شي يعني معرفة كثير من الكلمات اثنين بيج مايند يملك مخ كبير لازم يعرف موضيع مختلفة عشان افرد قالوله تعال سوي لك ترجمينا بالفاطبل تكون يعرف شو يعني بالفاطبل البعدي سؤال سهل بدي تركزه بهدول آخر إشي هدول 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 مهم جدا كلمات انجليز انجليزي هيدفونز معناها سماعات رأس يعني أداء هاي الأداء توضع في الأذن عشان الشخص لسن يسمع هاي معنى كلمة هيدفونز بطريقة مختصرة انتربرتر مترجم يعني سمون شخص ما ترانزليت يترجم أشياء اسبوكين كلام بالكلام أو بالحكي ريجنال منطقة يعني آريا منطقة ريجن منطقة ريواردينج مجزي بيرسونال ستسفاكشن اللي هو رضا شخصي سيكيور آمن يعني فري بعيدا عن الدينجر عن الخطر سيمينار ندوة يعني كلاس صف لموضوع في ترينينج تدريب هاي بس بالعربي ترانزليشن ترانزليشن فاند أوف مغرمة فيه أفيكشن شعور أو لايك لينج محبة وهيك إحنا خلصنا الأسئلة الأسئلة العامة تبعت هاي القطعة ربني وفقكم ما يدعلكم تعب وجوله يا رب دايما وأبدا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة